بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي التجاري معكم في حلقة جديدة من بنيكم يفضل في بيتنا مدرسة حلقة جديدة إن شاء الله من حلقات مادة الإحصاء للصف الثالث الثانوي شعبة الإدارة وشعبة التسويق وسوق المال وشعبة التأمينات يعني جميع الشعب مع عدى شعبة القانون النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض موضوع جديد وشيق وجميل جدا اسمه العينات طبعا إحنا عرفنا إن أسليب جمع البيانات عندي أسلوبين يا إما أسلوب الحصر الشامل أو أسلوب العينات يعني أنا لو نازل أجمع بيانات من مكان عندي أسلوبين يا إما أتبع أسلوب الحصر الشامل اللي هو دراسة كل مفردات المجتمع يعني دخلت فصل عايز أعمل فيه تحليل لعدد من الطلاب لو عندي الفصل خمسين ابتدت أخد الخمسين طالب عملت لهم هذا التحليل أو هذا الاختبار يبقى ده اسمه الحصر الشامل يعني أنا قمت بدراسة جميع مفردات المجتمع محل الدراسة يبقى ده اسمه أسلوب الحصر الشامل أو عندي أسلوب تاني اللي هو أسلوب العينات أسلوب العينات لو أنا مش هقدر أعمل الاختبار أو التحليل للخمسين طالب هبتدي أختار خمسة أو أختار عشرة من الخمسين يبقى أنا أخدت عينة من هذا الفصل أو من هذا المجتمع يعني العينات دراسة جزء من مفردات هذا المجتمع وبعدين نعمم التجربة دي على المجتمع كله يبقى احنا النهاردة اتفقنا مع بعض ان احنا هنبدأ موضوع العينات وموضوع العينات فيه جزء نظري وجزء عملي ان شاء الله النهاردة نحاول نغطي كل الأجزاء سواء الجزء النظري أو الجزء العملي تعالوا مع بعض نبدأ حلقتنا ونشوف موضوع العينات ده هيجلنا ازاي وهنمشي فيه ازاي اول حاجة زي ما حضرتكم شايفين مادة الاحصاء للصف الثالث السنوي التجاري وبعدين هنشوف موضوع العينات الباب التالت العينات واختبارات الفروض تعالوا مع بعض نشوف اساليب جمع البيانات يبا احنا اتفقنا من الاول هو ان مادة الاحصاء للصف الثالث السنوي التجاري جميع الشعب اللي هي التسويق وادارة الادارة والتأمينات مع عدى شعبة القانون الباب التالت اللي هو العينات واختبارات الفروض اول حاجة اتفقنا عليها انه عندي اسلوبان لجمع البيانات هناك اسلوبان لجمع البيانات حتى دي جت في امتحان قبل كده امتحان سابق يقولك هناك اسلوبان لجمع البيانات نقط ونقط طبعا عرفنا انه كم اسلوب لجمع البيانات اسلوبين بقول اسلوب الحصر الشامل واسلوب العينة يبقى نقط ونقط كنت هكتب هناك اسلوبان لجمع البيانات نقط ونقط اقوم قيل اسلوب الحصر الشامل واسلوب العينة بعد كده هنتكلم على اسلوب الحصر الشامل زي ما شرحناه حالا قلنا هو الذي يقوم الباحث فيه بدراسة حال جميع افراد المجتمع خدنا جميع مفردات المجتمع محل الدراسة ما استثنتش ولا مفردة عملت التجربة على التحليل او الاختبار لجميع مفردات هذا المجتمع زي ما انا بقولك انا عايز اعمل اختبار لفصل معين اشوف الفصل ده مستوى ايه امتواخد كل الفصل الفصل عدو 30 تمام خدت 30 طالب كلهم امتحنتهم يبقى حضرتك عملت حصل شامل ولا عملت عينة وابتلي طالما درست جميع مفردات المجتمع يبقى حضرتك عملت حصل شامل يبقى الحصل الشامل هو دراسة جميع مفردات المجتمع محل الدراسة طيب يبقى احنا اتفاقنا تاني ان الحصل الشامل هو الذي يقوم الباحث فيه بدراسة حالة جميع افراد المجتمع محل او موضوع الدراسة اما موضوع العينة وهو الذي يقوم الباحث فيه بدراسة جزء من هذا المجتمع محل الدراسة طيب وبعد مدرس الجزء اعمم هذه التجربة على المجتمع ككل يعني انا عندي تلاتين طالب في الفصل ومش هقدر امتحن التلاتين طالب هبتدي امتحن خمسة واشوف مستوى الخمسة واعمم هذا المستوى على الفصل كله يبقى انت كده خدت ايه عينة عايز اعمل تحليل دي مجموعة من الطلبة وزارة الصحة عاوزة مننا عاوزة تطمن على حالة الطلبة بتوعنا في المدارس فعندي في المدرسة دي الف طالب ومش هقدر اعمل تحليل الالف اخد من كل فصل عدد معين من الطلاب وبعدين ابتدي اعمم هذا الاسلوب على المدرسة او على الفصل كله يبقى انا خدت عينة من المجتمع يبقى العينة هي دراسة جزء من مفردات المجتمع ثم تعميم النتيجة على المجتمع ككل يبقى انا كده خدت هناك اسلوبان لجمع البيانات اسلوب الحصر الشامل خلاص عرفناه واسلوب العينة وعرفناه طيب الطلب برضو اللي عايز يشوف تعريف العينة معنا على الشاشة هو الذي يقوم الباحث فيه بدراسة حالة جزء معين او نسبة معينة من افراد المجتمع محل الدراسة عندي كمان مميزات استخدام العينات عايزين نركز اوي بقى خلاص الحصر الشامل احنا عرفنا تعريفه عايز اركز اوي على موضوع العينات انا ليه بلجأ للاشنوب العينات طبعا العينات دي لها مميزات جميلة جدا هي اول حاجة توفير الوقت والجهد توفير الوقت والجهد انا عندي عدد كبير من الطلبة فمش هقدر اخد العدد ده كله فهيوفر لي طبعا لما اخد عينا من هذا المجتمع هيوفر لي الوقت والجهد كمان هيقلل لي النفقات يبقى انا عندي كمان هقلل النفقات المالية وتوفير المال بدل ما كنت هصرف مثلا مئة الف جنيه انا ممكن هصرف خمس تلاف جنيه يبقى انا قللت النفقات وعملت توفير للمال يبقى لما اسألك تاني مميزات استخدام اسنوب العينات او عرف العينة مع ذكر مميزات استخدام العينات هتقول العينة هي دراسة جزء معين من مفردات المجتمع تمام اما مميزات استخدام العينة تقول لي توفير الوقت والجهد تقليل النفقات وتوفير المال وكمان يمكن تدريب وتوفير العدد اللازم من جميع البيانات انا عايز اضرب ناس كتير قوي علشان تجمع البيانات وتنزل للميدان تجمع لي منه البيانات لو انا هعمل حصر شامل كنت هحتاج عدد كبير جدا جدا من المتدربين اذا لو لجأت للعينات هقدر اخد عدد قليل او عدد لازم قليل اضربهم على جمع هذه العينات يمكن تدريب وتوفير العدد اللازم من جميع البيانات نظرا لصغر حجم العينة بالنسبة للمجتمع يمكن بواسطة هذه الطريقة الحد من خطأ التحيز لان العينة دايما بتكون عينة عشوائية فما بيبقاش فيها خطأ التحيز يبقى نقول مع بعض ثاني مميزات استخدام العينات قلت اول حاجة توفير الوقت والجهد تقليل النفقات وتوفير المال ويمكن تدريب وتوفير العدد اللازم من جامعي البيانات ويمكن بواسطة او ممكن نقول على طول الحد من خطأ التحيز ده كانت مميزات استخدام اسلوب العينات طب يا مصدر اسلوب العينات ده ليه عيوب؟ طبعا مفيش حاجة في الدنيا ملهاش عيوب كل شيء ليه مميزات وليه عيوب احنا اتفقنا ان المميزات استخدام اسلوب العينات توفير الوقت والمال وتوفير الجهد ويمكن تدريب العدد اللازم من جميع البيانات والحد من خطأ التحيز ايه بقى عيوب اسلوب العينات ده؟ قلت اول حاجة من عيوب استخدام اسلوب العينات انها غير دقيقة دايما العينة مش بتمثل المجتمع تمثيل سليم العينة بتكون غير دقيقة يعني ممكن ما تمثلش المجتمع التمثيل الامثل وكمان تاني عيب من عيوب العينات ان نسبة الخطأ فيها بتكون اكبر من اسلوب الحصر الشامل لان الحصر الشامل انا عندي خلاص انا عملت اختبار للفصل كله او خدت تحليل من الفصل كله فعندي المعلومات كاملة اما العينة ممكن لو جيت اختبرت خمس طلبة من هذا الفصل اتفاجئ ان الخمس طلب دول شاطرين جدا فاحكم على الفصل كله ان الفصل ده ممتاز جدا طيب ممكن الاقي ان بعض الطلبة في هذا الفصل كان مستواهم او كانوا دون المستوى يبقى انت العينة مدتنيش دلالة سليمة على مستوى الفصل بالكامل اذا اقدر اقول ان من عيوب العينات انها غير دقيقة وان تاني عيب فيها ان نسبة الخطأ فيها بيكون اكبر من اسلوب الحصر الشامل يبقى انا عندي مميزات العينات وعيوب العينات ممكن لو عايزين نعمل سؤال مجمع للي احنا عملنا ده عرف العينة مع ذكر مميزاتها وعيوبها اقولوا العينة هي دراسة جزء معين من المجتمع يبقى دراسة جزء معين من مفردات هذا المجتمع طيب مميزات العينات اول حاجة توفير الجهد توفير الوقت توفير المال يمكن تدريب العدد اللازم لجمع البيانات وطبعا دي كانت مميزات العينات وكمان من مميزاتها الحد من خطأ التحيز يبقى احنا نقولناهم تاني مميزات العينات نقولهم مع بعض تاني اول حاجة توفير الجهد توفير النفقات والاموال وبعدين تدريب العدد اللازم من جميع البيانات واخر حاجة الحد من خطأ التحيز ده كان مميزات العينات وقلنا تعرفها طب عيوب العينة برافو عليك سامح حد بيقول لي من عيوب العينات أنها غير دقيقة وكمان نسبة الخطأ فيها بتكون كبيرة أو أكبر من أسلوب الحصر الشامل ده كان الجزء النظري في بداية العينات تعالوا برضو مع بعض نشوف حاجة مهمة جدا جدا اللي هي أنواع العينات أنواع العينات عندي ثلاث أنواع من العينات العينات الاحتمالية أو العشوائية العينات المتعمدة أو غير الاحتمالية يبقى أنا عندي ممكن أقول عينات احتمالية أو عينات غير احتمالية وعينات مختلطة نقولهم تاني مع بعض إيه أنواع العينات قلت لي أنواع العينات في عينات احتمالية في عينات غير احتمالية في عينات مختلطة يبقى ممكن نجي لك سؤال في الامتحان في صورة أكمل يقول لي من أنواع العينات أو أنواع العينات نقط ونقط ونقط أقول له عينات احتمالية عينات غير احتمالية عينات مختلطة دي كانت أنواع العينات طيب لما نجي نشوف نوع نوع من أنواع العينات اللي عندي أول حاجة عايزين نتكلم على العينة العشوائية البسيطة ما هي العينات الاحتمالية أو العشوائية اللي احنا قلناها عايزين نتكلم على أنواع العينة العشوائية البسيطة هي طريقة المعينة التي يكون فيها احتمال أي مفردة يساوي صف احتمال اختيار أي مفردة فيها متساوي احتمال اختيار أي مفردة في العينة العشوائية البسيطة بيكون متساوي تمام يبقى دي العينة العشوائية البسيطة يعني ممكن يجي سؤال يقول لي عرف العينة العشوائية البسيطة أقول له العينة العشوائية البسيطة هي العينة التي يكون احتمال اختيار أي مفردة فيها بيكون متساوي كل المفردات فيها احتمالها بيكون متساوي دي كانت العينة العشوائية البسيطة يبقى إذن إحنا قلنا أنواع العينات عينات احتمالية عينات غير احتمالية عينات مختلطة والعينات الاحتمالية كنا بنسميها العينات العشوائية بعد كده خدنا تعريف العينة العشوائية البسيطة العينة العشوائية البسيطة عينة بيكون احتمال اختيار أي مفردة فيها متساوي العينة العشوائية البسيطة احتمال اختيار اي مفردة فيها بيكون متساوي طيب عندي كمان ايه مزايا العينة العشوائية البسيطة دي لو انا عايز اقولك عرف العينة العشوائية البسيطة مع ذكر مزاياه او من مزايا العينة العشوائية البسيطة نقط ونقط ونقط كده انا عايز اذكر مزايا العينة العشوائية او الاحتمالية البسيطة هقولك على طول اول حاجة هي ابسط انواع العينات على الإطلاق وأهمها العين العشوائية البسيطة هي أبسط أنواع العينات وأهمها وكمان زي ما اتفقنا قبل كده أنها خالية من خطأ التحيز يعني حتى لو موجود بيكون في أضيق الحدود وبينطبق عليها القوانين والنظريات الإحصائية يبقى قلنا تلت مزايا للعين العشوائية أبسط أنواع العينات خالية من خطأ التحيز تنطبق عليها القوانين والنظريات الإحصائية تبقى عيوبها يا مستر عيوبها أنها بتعطي أكبر تباين في جميع الأسليب التباين بتاع العينات العشوائية البسيطة ده بيكون أكبر تباين في جميع الأسليب كلها قد تكون جميع الوحدات المنطقة للعينة من نفس النوع يعني لو أنا عندي وحدات متجنسة ممكن يكون العينة اللي أنا خدتها وحدات غير متجنسة ممكن يكون العينة العشوائية اللي خدتها بتكون من نفس النوع زي ما قلت لك في المثال بتاع الطلبة والامتحانات قلت لك أنا ممكن أعايز أشوف مستوى الفصل كله خدت خمس طلاب من التلاتين اتفاجئت إن الخمس طلاب اللي اتخدوا معنا في العينة كانوا كلهم ممتازين طبيعي هحكم على الفصل كله إن ممتاز مع إن في بعض الطلاب في الفصل كانوا دون المستوى أو ممكن العكس اتفاجئت إن الخمس طلاب اللي خدتهم عشوائيا في الفصل ما كانوش بقدر كافي من المذاكرة أو كانوا دون المستوى في الحالة دي هتطر أحكم على الفصل كله إن الفصل كله دون المستوى وممكن يكون حظي في العينة العشوائية إن أنا خدت أضعف خمس طلاب في الفصل صدفة يبقى العينة مش بتمثل المجتمع كله يبقى احنا اتفقنا كده إن من عيوب العينات إنها غير دقيقة ونسبة الخطأ فيها أكبر من طريقة الحصر الشامل برافو عليكم وقلنا كمان عيوب العينة العشوائية البسيطة وعايز أدخل بقى في العينة العشوائية المنتظمة العينة العشوائية المنتظمة هي عينة ذات فترات متساوية يعني إيه الكلام ده مستر؟ يعني بقوله حضرتك العينة دي الفترات بتاعتها بتكون فترات متساوية يعني لو أنا عندي حجم المجتمع كله 200 طالب لو أنا عندي مدرسة فيها 200 طالب وأنا عايز أخد عينة من 20 مفردة العينة بتاعتي كام؟ من 20 مفردة يبقى أنا أخد 20 من المتين هتفاجئ إن عندي 10 مجموعات متساوية لأن 200 على العشرين فيها العشر مجموعات يبقى العينة العشوائية المنتظمة دي إحنا اتفقنا إنها عينة ذات فترات متساوية عندي كمان العينة العشوائية الطبقية العينة العشوائية الطبقية بتختلف عن العينة العشوائية المنتظمة لأن العينة العشوائية الطبقية تسمى هذه العينة بالعينة الاحتمالية للقطاعات وبيتم تقسيم المجتمع فيها أو المفردات فيها إلى طبقات أو مجموعات متجلسة يبقى دي خط العينة العشوائية الطبقية ولها مزايا طبعا بتحتوي على وحدات من كل طبقة وأضق تمثيلا للمجتمع من العينة العشوائية البسيطة ويقل فيها خطأ الصدفة أو التحيز نبدأ بقى في الجزء العملي بتاع حلقتنا النهاردة علشان احنا طولنا عليكم قوي في النظر هناك عدة طرق لاختيار العينة الطرق دي عبارة عن طريقة التخصيص المتساوي عبارة عن طريقة التخصيص النسبي أو المتناسب عبارة عن طريقة التخصيص الأمثل لذلك أنا هبتدي أقول طريقة التخصيص المتساوي دي لو أنا عندي مجتمع مكون من ثلاث طبقات مدرسة سنوي فيها السنوي التجاري عندي الصف الأول عندي الصف الثاني عندي الصف التالي يبقى المدرسة السنوي اللي عندي دي فيها كان صف ثلاث صفوف خط من او كان عدد الصف الاول متين يبقى ميم واحد بتساوي متين وعدد الصف الثاني تلتمية وعدد الصف الثالث خمسمية يبقى هنا حجم المجتمع كله كان قلتين للصف الاول متين والصف الثاني تلتمية والصف الثالث خمسمية يبقى حجم المدرسة او حجم المجتمع الكل الف طال يبقى احنا اتفقنا كده ان حجم المجتمع كام؟ قل اراد اختيار عينة مكونة من 30 مفردة كم مفردة جماعة؟ 30 مفردة بالتخصيص المتساوي خد بالك ان قالك طريقة التخصيص اسمها التخصيص الايه؟ المتساوي تقول لها مستر طالما التخصيص المتساوي يبقى انا هقسم حجم العينة على عدد الطبقات حجم العينة عندي 30 مفردة وانا عندي 3 طبقات يبقى اخد 10 من كل طبقة او من الصف الاول 10 مفردات الصف الثاني 10 مفردات الصف الثالث 10 مفردات دي طريقة التخصيص المتساوي اسهل طريقة على الاطلاق يبقى انا باخد بأسم العينة على عدد طبقات المجتمع وابتدي اشوف كل طبقة ااخد منها كام مفردة من مفردات العينة او لو جيت قلتلك اذا علمت ان كلية التجارة طبعا كلية التجارة عارفين انها 4 سنوات والفرقة الاولى الفرقة التانية الفرقة التالتة الفرقة الرابعة لو عندي في الفرقة الاولى 1000 والفرقة التانية 2000 والفرقة التالتة 3000 والفرقة الرابعة 4000 عايز ااخد عينة من 40 مفردة ااخد من هنا كام وهنا كام وهنا كام قلتلك حضرتك لو قلت التخصيص المتساوي اعرف عليها بسهولة قلتلك ازاي قلتلك 40 مفردة على الأربع فرق أو الأربع طبقات يبقى من كل مفردة عشر طلاب تعالوا بقى نشوف الطريقة الأهم اللي هي طريقة التخصيص النسبي أو التخصيص المتناسب أو التوزيع النسبي أو التوزيع المتناسب بعرفها من كلمة النسبي أو المتناسب تعالوا نشوفها في تمرين مع بعض ودي الحقيقة عايزين نركز فيها كتير لأن جت في امتحادات سابقة كتيرة جدا وإن شاء الله نقربكم من النجاح بخطوات في الطريقة دي مع بعض تعالوا نشوف يا جماعة التمرين مع بعض هنا بيقول لي إيه معنا تمرين بيقول مجتمع مكون من خمس طبقات مجتمع مكون من خمس طبقات هنا في الورقة هو بيقول لي مجتمع مكون من خمس طبقات بيانها كالآتي أنا عندي المجتمع ده في ميم واحد بمية وعشرين ميم اتنين بميتين ميم تلاتة بثلتمية ميم أربعة بثمانين وعندي كمان ميم خمسة بمية يبقى دي المجتمع بتاعنا مكون من خمس طبقات قلت الطبقة الأولى مية وعشرين ميم واحد الطبقة التانية ميتين الطبقة التالتة تلتمية الطبقة الرابعة تمانين الطبقة الخمسة مية قلت لي المطلوب توزيع عينة مكونة من اربعين مفردة بطريقة التوزيع النسبي أول حاجة عايزك تتعلمها إن دايما في مسألة العينات لازم أعرف حجم المجتمع الكل كان عند حضرتك أول حاجة أقدر أقولك لازم تعرفها هي حجم المجتمع تقولي تاب يا مستر حجم المجتمع ده بيجي إزاي قلت لك تجمع كل الطبقات اللي عندك ميم واحد زائد ميم اتنين زائد ميم تلاتة زائد ميم أربعة زائد ميم خمسة يبقى أنا هجمع كل الطبقات اللي عندي ميم واحد كانت بمية وعشرين آه زائد ميم اتنين عندك كانت بمتين زائد ميم تلاتة كانت بتلتمية زائد ميم أربعة كانت بتمانين وآخر حاجة عندي ميم خمسة كانت بمية يلا الشطار اللي مسكوا الألة الحسبة وبيجمعوا معانا مية وعشرين زائد متين كده تلتمية وعشرين زائد تلتمية يبقى ستمية وعشرين و تمانين يبقى سبعمية ومية يبقى حجم المجتمع كله كان برافو عليك تمنمية خدت بالك ان حجم المجتمع كله تمنمية ايوة مستر وبعدين انا عايز اعرف حجم العينة من كل طبقة هقوله الطبقة الاولى من واحد بتساوي خد بالك بقى معايا في المسألة دي كويس وركز احنا هنعمل ايه انا هقوله لحضراتك حجم الطبقة الاولى كله كام قلت لي كان مية وعشرين اهو على حجم المجتمع كله قلت لي كان تمنمية تمام اضرب بقى في حجم العينة اللي كانت في التمرين اللي هي كانت كام اربعين واخذت عينة مكونة من اربعين مفردة يبقى هتمسك القلة الحزبة بتاعتك وتضرب كده تعمل اول بسط ومقام وتضرب مية وعشرين فاربعين على تمانين ام الديني ست مفردات الدني كام ستة اقدر اجيب نون اتنين عايز اعرف حجم العينة من الطبقة التانية قلت لي طب ما يمسك للطبقة التانية كانت بمتين فحجم العينة كان اربعين على حجم المجتمع كان تمنمية يطلع عندك حجم العينة من الطبقة التانية كان عشرة كان كام عشرة نفس الكلام للطبقة التالتة قلت لي نون تلاتة بتساوي حجم العينة من الطبقة التالتة كان تلتمية في حجم العينة اللي عندي كله كان 40 على 800 يبقى حجم الطبقة على حجم المجتمع فحجم العينة يطلع معاك بالضبط وبالتحديد 15 يبقى أنا كده جبت الطبقة التالتة على طول أبتدي أجيب الطبقة الرابعة حجم الطبقة الرابعة كان 80 في حجم العينة كان 40 على حجم المجتمع 800 يبقى هختار من الطبقة الرابعة أربع مفردات أو نصيب الطبقة الرابعة أربع مفردات آخر حاجة الطبقة الخامسة قلتلي يا مستر حجم الطبقة الخامسة كان 100 في حجم العينة كان 40 على حجم المجتمع 800 لقيت إنها 5 مفردات معايا طالب شاطر قال لي يا مستر أنا عايز أتأكد أنا حلت صح ولا غلط أو لك تعالى بمنتهى البساطة اجمع الطبقة الأولى 6 زائد الطبقة التانية 10 يبقى 16 زائد 15 يبقى 31 زائد 4 يبقى 35 زائد 5 يبقى 40 خدت بالك إن مجموعة كل العينات نون واحد ونون اثنين ونون ثلاثة ونون اربعة ونون خمسة طلع 40 أيوة يا مستر ده طلع قد العينة اللي حضرتك مدهالي أوزعها يبقى لازم النتج النهائي بتاعك يطلع قد العينة اللي كنا مدهالك في التمرين يبقى دي كانت طريقة التخصيص النسبي أو طريقة التخصيص المتناسب يبقى كده درسنا طريقة التخصيص المتساوي وعرفت في التخصيص المتساوي حجم العينة من كل طبقة بيكون متساوي في الطريقة التخصيص المتساوي حجم العينة من كل طبقة بيكون متساوي أما في طريقة التخصيص النسبي أنا بدي كل عينة حسب نسبة العينة إلى نسبة المجتمع أو حسب حجم العينة إلى حجم المجتمع يعني نسبة وتناسب لو الطبقة حجمها كبير هاخد منها عدد العينات فيها بيبقى كبير لو الطبقة حجمها صغير بيبقى عدد العينات منها حجمه صغير يبقى دية اسمها طريقة التوزيع النسبي أو التوزيع المتناسب أو التخصيص النسبي زي ما بتحب تسميها ناخد كمان تمرين علشان نأكدها على حضرتك تعال معايا في التمرين ده كمان بيقول لي مجتمع مكون من أربع طبقات بيانها كالأتي مجتمع مكون من أربع طبقات بيانها كالأتي أول حاجة ميم واحد كانت بمية واربعين لو حضرتك شايف يبقى قولنا ميم واحد بمية واربعين ميم اتنين بميتين وستين ميم تلاتة بمية وميم اربعة بميتين خد بالك أنك عندك أربع طبقات فقط أربع طبقات التمرين الثاني كان خمس طبقات يبقى ما فيش حاجة ثابتة ممكن أدي لك تمرين فيه أربع طبقات أو تمرين فيه خمس طبقات زي ما هنشوف مع بعض وممكن أدي تمرين فيه ثلاث طبقات بس يبقى دي ما فيش حاجة ثابتة حسب عدد طبقات هذا المجتمع يبقى أنا بقول لك مجتمع مكون من أربع طبقات بيانها كالأتي ميم واحد او الطبقة الاولى كان عددهم 140 مفردة ميم اتنين او الطبقة التانية كان عددهم 260 مفردة ميم تلاتة او الطبقة التالتة كان عددهم 100 مفردة ميم اربعة او الطبقة الرابعة كان عددها 200 مفردة المطلوب خد بالك بقى كويس معايا في المطلوب بيذكر كلمة مهمة جدا عشان دي هتحددلك انت هتمشي بقاني اسلوف المطلوب توزيع عينة قد روها 70 مفردة خد بالك انا عرفت حجم العينة المراد توزيعها 70 مفردة بطريقة ايه التخصيص المتناسب طيب ده كلام كويس جدا حضرتك يا مستر علمتني اني لازم اول حاجة افكر فيها اجيب حجم المجتمع بجمع الاربع طبقات اللي عندي لو هم اربعة بجمع الخمس طبقات لو هم خمسة بجمع الثلاث طبقات لو هم تلاتة يبقى حضرتك بتقول لي مجتمع مكون من اربع طبقات كده هنمسك الالة انا شايفة كنتمسكت الالة معايا هو قل لي الطبقة الاولى 140 يبقى تكتب 140 يلا زائد 260 برافو عليك زائد الطبقة التالتة 100 يبقى نقول زائد 100 زائد 200 جمعت بالقالة الحسبة انت قلت لي 140 زائد 260 زائد 100 زائد 200 لما جمعناهم مع بعضه طلعوا 700 مفردة يبقى اول حاجة استفدتها من التمرين ان انا عرفت حجم المجتمع اللي هو معانا كان مفردة 700 مفردة يعني حجم المجتمع ده هو مجموع الطبقات اللي موجودة عندي كده جب حجم المجتمع 700 مفردة عاوز مني يا مستر انا عاوزك تجيب بقى معايا حجم العينة من كل طبقة يعني لما نمسك الطبقة الاولى دي نون واحد ونمسك الطبقة التانية نون اتنين والطبقة التالتة نون تلاتة والطبقة الرابعة نون اربعة تقول لي في كل طبقة نعمل شرط الكسر جميلة كده بالراحة خالص اهو يبقى انا عندي حجم العينة من الطبقة الاولى ازاي هقرف احسبو هقولك حجم الطبقة على حجم المجتمع فحجم العينة قلت لي تمام يا مستر يعني حجم الطبقة الاولى ده كان 140 اكتب 140 اقولك برافو عليك اهو فحجم العينة كان كام 70 مفردة برافو عليك على حجم المجتمع اللي حضرتك حسبته قلت لي 700 طيب الطبقة التانية تقول لي اخد بقى حجم الطبقة التانية يعني 260 في حجم العينة 70 على حجم المجتمع 700 نيجي للطبقة التالتة حجم الطبقة 100 فحجم العينة 70 على حجم المجتمع 700 اخر حاجة طبقة الرابعة حجم الطبقة الرابعة كان 200 فحجم العينة 70 على حجم المجتمع 700 يلا بالقلة الحسبة كده وانطلع النواتج دي مع بعض هتلاقي يلا اعمل شرطة كسر بالقلة واضرب 140 فيه 70 وانزل تحت اكتب 700 او اقسم على 700 هيطلع معاك 14 مفردة يبقى حجم العينة من الطبقة الاولى 14 تيجي للطبقة التانية هتقول له 260 فيه 70 على 700 يطلع 26 مفردة الطبقة التالتة يطلع 10 مفردات والطبقة الرابعة هيطلع معاك بالقلة الحسبة 20 مفردة يبقى كده معاك حجم العينة من كل طبقة زي ما قلنا الطالب الشاطر اللي قال لي يا مستر انا عايز اعرف انا حل صح ولا نفيد حاجة ولا غلطت حاجة على الآلة عايز اتأكد قلتلك لازم عشان تتأكد تجمع حجم العينة من كل طبقة في الاربع طبقات 14 و 10 24 زائد 26 يبقى 50 زائد 20 يبقى في الاخر كونه 70 مفردة يبقى في الاخر كونه معاك 70 المفردة تب السبعين دي مالها قلتلك ما هو انت بتقرن السبعين دي بتشوفها هي اللي جات فوق ولا لا فعلا كانت 70 فوق يبقى حضرتك حلك ممتاز جدا 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 وحلك سليم يبقى أنا كده خدت طريقة التخصيص المتساوي وقلتلك حجم العينة من كل طبقة بيكون متساوي دي سهلة جدا وما فقاش مشكلة وخدت طريقة التوزيع النسبي او المتناسب او التخصيص النسبي او التخصيص المتناسب زي ما حدتك بتحب تسميها وعرفت ان حجم العينة من كل طبقة بيختلف باختلاف حجم الطبقة اول حاجة بفكر فيها بجيب حجم المجتمع بنجيب حجم المجتمع وبعدين بشوف حجم العينة من الطبقة الاولى بيسوي حجم الطبقة الاولى على حجم المجتمع في حجم العينة اللي هو عايزه يبقى حجم الطبقة الاولى على حجم المجتمع في حجم العينة نجي للطبقة التانية على حجم المجتمع في العينة نجي للطبقة التالتة على حجم المجتمع في العينة الموضوع ابسط مما تتخيل سؤال سهل جدا 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 وحقيقي بطبسط جدا لما شوف السؤال ده في الامتحان لانه ده بيقى في مستوى الطالب المتوسط وبيساعد ناس كتير على تجميع درجات وكمان الطالب المتفوق اللي زي حضراتكم وكلكم ان شاء الله بيقدر يقفل بيه مادة الإحصى المادة الشيقة اللذيذة اللي ان شاء الله كلنا كلنا مش هنتنازل عن النمر النهائية في مادة الإحصى يبقى كده خدنا مع بعض اسلوب التخصيص المتساوي واسلوب التخصيص المتناسب تعالوا مع بعض بقى كمان نشوف اسلوب التخصيص الأمثل والتخصيص الأمثل ده بيبقى فيه طريقتين طريقة حساب العينة بدون احتساب تكلفة حساب العينة من كل طبعة بدون احتساب تكلفة او مع احتساب تكلفة طيب نجي لطريقة احتساب حجم العينة من كل طبعة بدون احتساب تكلفة لو ذكر في التمرين كلمة بدون احتساب تكلفة يبقى حضرتك ما بتبصش على خانة التكلفة اللي جاي لك في الجدوى الأبدا يبقى هنا لو ادى لك تكلفة بس في المطلوب قال بدون احتساب تكلفة يبقى حضرتك ما بتتعاملش مع التكلفة نهائيا طيب في ملخوضة عايزين نقولها قبل ما ندخل في التمرين الجميلة بتاعتنا لازم سيادتك تقرأ التمرين كويس جدا 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 لأن في شغل العينات بيفكرنا بحاجة كده من التوزيع الطبيعي اللي هي الانحراف المعياري أو السجمة ده لازمنا بحاجة توزيع الطبيعي وخدنا الانحراف المعياري أو سجمة أنا في العينات شغلي كله هيكون على الانحراف المعياري يبقى إذن لو في التمرين اداني الانحراف المعياري هقوله ما عنديش مشكلة أنا هشتغل كويس طب افرض بقى في التمرين ادانك التباين أنا أقيل لك في المنهج كله تشوف كلمة تباين تجذرها تجيب جزرها يبقى احنا في المنهج كله أشوف أي تباين عندي في أي تمرين أجيب الجزر بتاعه لإني مش بشتغل بالتباين أنا دايما شغلي بالانحراف المعياري شطر جدا 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 سمح حد بقولي زي ما عملنا في توزيع الطبيعي يبقى أنا دايما ما بشتغلش بالتباين لو حضرتك إدك في التمرين في الإحصاء كلها أي تباين مش هنشتغل بالتباين لازم حضرتك تاخد بالك إن أنا بالتباين ده لو ادناه في التمرين بنتدي نجيب جزره يديني إيه بقى يا شطار سمعك وانت بتقولي الداني اللي انحراف المعياري سجمة يبقى التباين سجمة تربيع لو كان موجود في التمرين أقول له لا أنا آسف مش بتعامل معاك أنا هجيب جزرك علشان أقدر أحصل على لانحراف المعياري يبقى لو ادى الانحراف المعياري جاهز هشتغل مسألتي بالطريقة اللي هنشوفه أما لو ادى فيها تباين لازم لازم يا شطار أبتدي أجيب جزر التباين اللي هو الانحراف المعياري تعالوا بقى مع بعض نشوف موضوع التخصيص الأمثل ده بيمشي معانا إزاي أول حاجة عاوزين نقولها مع بعض مديني تمرين أهو زي ما احنا شايفين عايزك تركز معاي في التمرين ده كويس التمرين بيقول ايه معانا التمرين بيقول لي من البيانات الاتية من البيانات الاتية والحقيقة عايزين نقرأ التمرين ده مع بعض بهدوء وبسهولة عشان احنا هنشتغل مع بعض فيه بكم فكرة كده ان شاء الله بإذن الله يكونوا حاجات سهلة وجميلة تعالوا مع بعض كده نقرأ التمرين تاني بيقول لي من البيانات الاتية أهو من البيانات الاتية وقام مديني جدول الجدول ده فيه ايه فيه الطبقة وفيه حجم الطبقة وفيه الانحراف المعياري وفيه تكلفة جمع المفردات داخل الطبقة طيب ده كلام جميل جدا وإحنا شايفين الجدول قدام عيننا حضرتك مديني كان طبقة وقالت لنا ندتك الطبقة F والطبقة B والطبقة G والطبقة D ترمام كويس جدا يعني حضرتك ادتني جدول فيه اربع طبقات الطبقة F والطبقة B والطبقة G والطبقة D حجم الطبقة F كانت بألفين حجم الطبقة F كانت بكام بألفين طيب ده كلام كويس جدا وانحراف الطبقة F كان بعشر الانحراف المعياري بتاع الطبقة F كانت بعشرة وتكلفة جمع المفردات للطبقة F كانت أربعين وبعدين ادتني الطبقة به كان حجمها 3000 ولين حراف المعياري بتاعها 5 وتكلفة جمع المفردات داخل هذه الطبقة كان 30 وبعدين حضرتك اديتني الطبقة جيم وديتني الطبقة دال وهكذا عاوز مني ايه قلتلي المطلوب توزيع او ايجاد عدد المفردات من كل طبقة لعينة قدرها 150 انا عايزك تركز معايا تاني في قدر هذه العينة قلتلي كام 150 خليك فاكر الرقم ده كويس يبقى احنا هنا العينة قدرها كام 150 مفردة بالتخصيص الامثل بس خلي بالك يا مستر ده قال لي حاجة غريبة قوي قال لي دون حساب التكلفة بعد ازنك يا مستر ده بيقول لي دون حساب التكلفة امان انت اديتني التكلفة ليه في التمرين برافو عليه كده انت طالب صاحي ومركز معايا جدا 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 اديني التكلفة في الجدوى الفوق في التمرين وبعدين اتفاجئت في المطلوب بيقول لك وزع العينة بالتخصيص الامثل دون احتساب تكلفة هنعمل ايه يا شطار قلتلي ولا كاني شايف خنت التكلفة دي بقى خلاص انا هلغي خنت التكلفة من التمرين علشان حضرتك في المطلوب قلتلي دون احتساب التكلفة يبقى لما يقول لي دون احتساب تكلفة اطلع ابص في التمرين لو مديني تكلفة هشيلها عشان ما اطلع بطنش خلاص انا مش هشتغل بيها يبقى كلمة دون احتساب تكلفة لازم هشيل خانة التكلفة من التمرين يبقى هطلع التمرين اهو اروح عامل كده ادي خنت التكلفة بتاعتي هي اروح جاي على التمرين مديني تكلفة جمع المفردات كم 40 و 30 و 50 و 10 هنرجع للتمرين تاني على الشاشة هو مع بعض هيقول لي ايه هو هنا تحت في التمرين قال لي ايه لما نشوف التمرين على الشاشة بيقول لي دون حساب تكلفة يبقى هداني التمرين عادي وبيقول لي دون حساب تكلفة تاني يا جماعة بيقول لي المطلوب ايجاد عدد المفردات من كل طبقة لعينة قدرها 150 اهو لما هنشوف التمرين على الشاشة بيقول لي دون حساب تكلفة انا الكلمة دي عايزك تبص عليها كويس كتير اهو اهو دون حساب تكلفة وضحت كده كويس دون حساب التكلفة تمام قال لي تمام هعمل ايه طالما حضرتك قلت دون حساب التكلفة طب بعد اذنك ايه مستر عشان احل صح وما فيش حاجة تلخبطني انا هشيل خانة التكلفة دي خالص من قدام عيني من التمرين ده ينفع يا مستر ينفع جدا لان حضرتك قلت لي دون حساب التكلفة اهو حضرتك اللي قلت دون حساب التكلفة فانا عشان ما تلخبطش خلاص انا هشيل خانة التكلفة اهيه يبقى انا كده التمرين بتاعي هينحصر في الطبقة او حجم الطبقة والانحراف بس عايزك تنقل معي بسرعة في قراستك التمرين الطبقة الف كانت بالفين وانحرافها عشرة او تحفظهم معي في دماغك كده عشان هنحتاجهم الطبقة به كانت تلات تلاف وانحرافها خمسة الطبقة جيم كانت اربع تلاف وانحرافها اربعة والطبقة دال كانت الف بنحراف ستة بعد اذن حضرتك انا عايزة حل التمرين ده اقول لك على طول نقوم عاملين جدول زي ما انت شايف بالشكل ده كده اهو جدول جميل خالص هنسطره وهقولك هنكتب فيه ايه واحدة واحدة اول حاجة هنكتب فوق هنا كده كلمة الطبقة اهي اهي دي كلمة الطبقة كم طبقة عند حضرتك قلتلي عندي الطبقة الف عندي الطبقة به عندي الطبقة جيم عندي الطبقة ده وبعدين عايزك تكتب كده حجم الطبقة او فيه طالب تاني يسميها برافو عليك بس هنا حجم الطبقة فاكرين كان كام تعال جماعة هننقلهم من ورقة الاسئلة حجم الطبقة الاولى كانت الفين اهي يبقى انا كده بنقل من ورقة الاسئلة حجم الطبقة الاولى كانت الفين حجم الطبقة التانية كانت تلات تلاف حجم الطبقة التالتة كانت اربع تلاف حجم الطبقة الرابعة كانت الف برافو عليكم ممتازين كده لقالت ميم هي اللي هو حجم الطبقة خد بالك بقى في التمرين قالك الانحراف ولا التباين هتفرق مصدر تفرق كتير جدا شايف الطلاب الشطار اللي معايا اللي مديني في التمرين الانحراف المعياري يبقى مسألتي ما فيهاش اي تعديل ولا اي شغل هاخد اكتب كلمة الانحراف المعياري اللي رمزها سجمة هي رمزها ايه سجمة هي الانحراف كان كام تعالوا ننقل من ورقة الاسئلة انحراف الطبقة الف كان بعشرة انحراف الطبقة به كان بخمسة انحراف الطبقة جيم اهو زي ما انت شايف كان باربعة انحراف الطبقة دال كانت بستة يبقى انا كده نقلت انحراف الاربع طبقات ونقلت حجم الاربع طبقات الخانة اللي بعد كده يا مصدر هنعمل ايه هقولك بمنتهى السهولة لان حضرتك شاطر وخلاص ركزت هضرب ميم هي اللي حضرتك نقلتها من ورقة الاسئلة في خانة سجمة هي يبقى اضرب معايا كده الفين في عشرة بالالة الحزبة هيطلع معك عشرين الف يطلع معاك كام عشرين الف اضرب تلاتة في خمسة او بضرب الخانة دي في دي تلاتة في خمسة يطلع معاك خمستاشر الف اضرب اربعة في اربعة 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 تلاف في اربعة يطلع معاك ستاشر الف نضرب الف في ستة يطلع معاك ستالاف يجي طالب شاطر يقول لي وبعدين اقولك هنجمع خانة ميم هي في سجمة هي يبقى دي عشرين وخمستاشر خمسة وثلاتين وستاشر واحد وخمسين وستة يبقى مجموعهم سبعة وخمسين زي ما انت شايف يبقى حضرتك جمعت الخانة دي المجموع سبعة وخمسين الف هنعمل ايه بقى في قانون جميل قوي لازم حضرتك تحفظه كده شاطر ميم هي في سجمة هي على مجموع الميم هي في سجمة هي وهنضرب في النوم او تعالى بقى معايا اعرفك حاجة جميلة قوي هنا بطريقة سهلة جدا هتقول لي يا مستر هو انا ممكن اعمل كده على طول كم دي عشرين الف كم يا شطار عشرين الف في حجم العينة اللي كان عايز يوزعها فاكر لما قلت لك خليك فاكر المية وخمسين دي على المجموع تحت السبعة وخمسين نيجي للطبقة التانية قلت لي ايوة دي كانت خمستاشر الف كانت كامة شطار خمستاشر الف في حجم العينة كان مية وخمسين على المجموع سبعة وخمسين الف الطبقة الرابعة كانت ستاشر الف في حجم العينة مية وخمسين على حجم المجتمع سبعة وخمسين اخر طبقة كانت ستة الاف في حجم العينة مية وخمسين على المجموع سبعة وخمسين يبقى هو الشغل كله في الخنتين دول بضرب دي في دي اهيه وبعدين باخد الخنة دي او الجزء على الكل في مية وخمسين تقول لي طيب اقدر كده اجيب الناتج النهائي برافو عليك اللي هو النون اهيه او حجم العينة من كل طبقة برافو عليك اقدر اجيب العينة الاولى او حجم العينة من الطبقة الاولى عشرين الف في مية وخمسين على سبعة وخمسين بعد التقريب هيطلع تلاتة وخمسين يبقى لو طلع معاك ناتج محتاج تقريب هيطلع بتقربوا للاعلى وبعدين التانية هتطلع معاك تسعة وثلاثين والتالتة هتطلع معاك اتنين واربعين اخر طبقة هتطلع معاك ستاشر طيب انا طالب منك كده تجمع معايا الاربع طبقات قلت يا مستر تلاتة وخمسين زائد تسعة وتلاتين زائد اتنين واربعين زائد ستاشر يطلع معاك على طول بالزبط وبالتحديد المية وخمسين اللي احنا اتفقنا عليهم في بداية التمرين يبقى ده كان طريقة التخصيص الامثل بدون احتساب تكلفة لما يدي لك الانحراف المعياري لما يديني ايه الانحراف المعياري طيب بفرض يا مستر بقى ان الداني في الامتحان طريقة التخصيص الامثل بس اتفاجئت بخانة الانحراف المعياري انا خلاص شاطر وفهمت من حضرتك وبعد رحل طريقة التخصيص الامثل بالانحراف المعياري بس اتفاجئت في امتحان سابق لقيته قال لي الطبقة حجم الطبقة التباين يبقى هو ادى ايه الطبقة وادى حجم الطبقة وبعدين ادى التباين هعمل ايه يا مستر؟ في الحالة دي اروح اجيب الانحراف المعياري يعني لازم اجزر التباين بتاعنا علشان نقدر نجيب الانحراف المعياري عندي كمان عندي كمان ممكن زي ما انتم شايفين على الشاشة عشان وقتنا يديني تمرين في نسبة في ايه؟ نسبة يقول لي مجتمع مكون من اربع طبقات وكانت نسبة حجم الطبقات الى حجم المجتمع خلي بالك ده الداني هنا ايه مستر اداني نسبة الف عشرة من مية بخمسة وعشرين من مية جيم خمسة وثلاثين من مية دال تلاتين من مية برضو نفس الكلام ما تقلقش خالص من شكل النسب اللي ادهالك حضرتك الشاطر وتقدر تحل بطريقة سهلة جدا وهتقول لي الطبقة وحجم الطبقة اللي هو ميم هاي والسجمة هاي وعايز اقول لك اضرب الميم هاي في سجمة هاي طيب علشان وقت حلقتنا ان شاء الله الجزء المتبقي هنشوفه في المراجعات او مع بعض في اي حلقة تانية واتمنى من ربنا ان يكون ان شاء الله حلقتنا نالت اعجابكم كان معكم مستر فتح عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم ربنا يحفظكم ويحفظ مصر ونكون قربناكم النجاح بخطوات كبيرة شكرا لحسن الاستماع